موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة وكالمعداد نصلت الضوء على ما تناولته الصحافة اليمنية والعربية عن التطورات في اليمن البداية من موقع التغيير نت نقرأ فيه وزير المياه والبيئة العزي شريم يؤكد ضرورة دعم برنامج إعادة تأهيل مشاريع المياه في المحافظات المحررة من محافظة تعز المقاومة الشعبية تتحول إلى الجبهة الشرقية لتطهيرها وقيادة اللوات 22 تعلن تأمين الطرق الرئيسية من الألغام نقل الموقع الرئيس اللجنة العليا للإغاثة 21 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة من العنويل إلى تفاصيل خبر تقرير الإغاثة الإنسانية في تعز عن المدنيين الذين سقطوا في تعز يقول الموقع أعلن ائتلاف الإغاثة في تقرير أصدره أمس عن مقتل 58 وجرح 269 مدنيا خلال فبراير الماضي جراء عمليات القنص على المشاه والقصف العشوائي على الأحياء السكنية وأضاف الائتلاف في التقرير وتصدر الرجال الرقم الأعلى بين أعداد الضحايا حيث بلغ عدد قتل المدنيين 29 كما جرح 135 آخرين في حين تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 22 قتيل و 98 جريحة بينما قتلت سبع نساء وجرحت 36 امرأة خلال أو أغلب الإصابات كانت خطرة قال الائتلاف أيضا أن عدد المنازل والمنشآت الحكومية والخاصة التي تضررت بفعل الحرب والقصف العشوائي للأحياء السكنية خلال شهر فبراير بلغت 49 منشآة ومنزل نذهب إلى موقع الموقع الذي نقل عن المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري بالقول نزع الألغام يتم بالتواصل مع وساطات يمنية وإلى محافظة مأرب إصابة الثلاثة من فريق الهلال الأحمر في قص متفعيل الحوتيين بصرواح وفي موضوع متصل أيضا الهلال الأحمر اليمني ينتشل 11 جثة لقتل المعارك في نهم بين المقاومة والحوتيين ركز الموقع على تصريحات محافظ البيضاء والإعلان عن خطة عسكرية لتحرير المحافظة من الميليشيا ويقول الموقع كشف محافظ البيضاء نائف القيسي عن خطة عسكرية جديدة وضعت من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف العربي لتحرير محافظة البيضاء وسط اليمن في الوقت القريب اليمن بين فكهي إيران تحت هذا العنوان كتب أحمد رناح مقالا في موقع الموقع وتحدث فيه عن محاولات إيران تحويل اليمن نموذجا آخرا لحزب الله في لبنان ويقول الكاتب تستغل إيران مناطق النزاع في الوطن العربي لتتبنى أحد الأطراف وتدعمه في اليمن وجدت ضلتها في الشمال إذ استطاعت أن تبني جيشا عقائديا تخرج مشايخه من قم في إيران وبدأ في الانتشار بشكل كبير تحت مسميات تعليمية أفرط في الدعم والتسهيد لهذا الكيان حتى انتشر واستشرى في مناطق الشمال اليمني ولم يجد نظام صالح وقتها بدا من الدخول معه في حرب غير أن هذه الحرب أراد منها تدمير عدو حاضر بعدو يراه مقبلا مستقبلا ويخشى منه على كرسيه وهو الجيش ولذا لم يخلص في حربهم وقد أصابه ما كان يخشاه انتشرت الحركة الحوثية بقوة السلاح والمال في مناطق الشمال وبدأت تتخذ بعدا سياسيا طائفيا تحت تلويح السلاح الإيراني الذي منفك يدخل البلد بين الفينة والأخرى مستغلا هشاشة الدولة وضعف الرقابة الأمنية يمشي الحوثيون في اليمن على الخطى والأساليب نفسها التي يسير عليها حزب الله في لبنان ومنها على سبيل المثال للحصر إضعاف الوجود الحكومي في المناطق التي يسيطر عليها ليجعل منها مناطق مغلقة عليه التمدد نحو المناطق الاستراتيجية كالبحر ومناطق الثروة والموارد الطبيعية أيضا التحرك بشكل سريع على الأرض ومحاولة التوسع في كل مناطق اليمن ودعمهم بالمال والسلاح ويهدف من ذلك إلى الظهور بشكل كبير على الساحة اليمنية ليصبح رقما يصعب تجاوزه مستقبلا ثم ينادي بعدها بالمحاصصة السياسية أو يراها فرصته للانقضاد على السلطة بالقوة في ظل وجود تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية ومخابراتية أقامها أخيرا مع أطراف شريكة في الحكم ولا تزال تمسك بمفاصل الدولة في كل النواحي وتحت دعم وتدريب إيراني نتحول إلى موقع نيوز يمن ونستعرض في أهم أخباره تشكيل لجنة سعودية حوثية لتحديد مواقع الألغام بالمناطق الحدودية في تعز مقاتلات التحالف تدمر دبابة تابعة لميليشيا الحوثي في تبة سوفتيل شرق مدينة تعز وعن تعز أيضا نائب الرئيس يصدر توجيهاته بتشكيل لجنة حكومية للنزول إلى محافظة تعز ركز الموقع على الوقفة الاحتجاجية التي نفذها العشرات من اليمنيين في منفذ الوديعة احتجاجا على عدم السماح بالدخول لحامل تأشيرة زائر ويقول الموقع نفذ المئات من اليمنيين الحاصلين على تأشيرة زائر وقفة في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية احتجاجا على إيقاف الجانب السعودي منحهم تأشير الدخول وبحسب المحتجون فإن الجانب السعودي أرجع عدم منحهم التأشيرات للجانب اليمني وأن أشهد المحتجون والذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة وينامون في العراء الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الخارجية التدخل وحل الإشكاليات الحاصلة مع الجانب السعودي نبدأ أيضا من موقع يمن مونيتور جاء في عنوينه بحاح يوجه بالإسراع في نزع الألغام ومخلفات الحرب في اليمن أما في شأن الإغاثية السعودية تقدم 220 طنا من المواد الإغاثية لمحافظة سعدة ونقل الموقع عن محافظة تعز علي المعمر بالقول قصف الحوثيين العشوائي على الأحياء السكنية خلف 1800 قتيل وتسعة آلاف جريحة إلى محافظة أبيان ركز الموقع على تصريحات المحافظة الخضر السعيدي عن أعداد الضحايا الذين ساقطوا في المحافظة وقال الموقع أعلن محافظة أبيان الخضر السعيدي أن أكثر من ستة آلاف شخص قتلوا في المحافظة منذ بدء الحوثيين وقوات صالح من جهة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ثانية جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشهداء والجرحة بالمحافظة حيث قال المحافظة السعيدي لجنة حصر الشهداء والجرحة سجلت ستمائة وتسعة وثمانين شهيدا وأكثر من ألف جريح منذ اندلاع الحرب ضد الميليشيا الإنقلابية مشيرا إلى أن الرقم قابل للزيادة بسبب استمرار الحرب في جبهة مكيراس بالمحافظة دون ذكر هويات هؤلاء الضحايا نختتم جولة الصحافة الإلكترونية اليمنية من موقع الصحوانت وجاء في أخباره الرئيس يبدأ اليوم الثلاثة زيارة للكويت والبحرين تستغرق يومين نقل الموقع عن تقرير لجنة العمل الخاصة بنزع الألغام استخراج أكثر من خمسة ألاف لغم وقذيفة زرعها الإنقلابيون كما عنوان الموقع الجيش والمقاومة يقتربون من تطهير معسكر الدفاع الجوي بتعز وركز الموقع على خبر إدانة اليمن للتفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة ويقول الموقع دنت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الحادث الإرهابية جبان الذي تعرضته العاصمة التركية أنقرة وراح ضحيته خمسة وثلاثين شهيداً وعدداً من الجرحى المدنيين وعبرت وزارة الخارجية في بيان عن تضامن الجمهورية اليمنية ووقفها إلى جانب تركيا ريادة وحكومة وشعب في مواجهة آفة الإرهاب التي تشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم وأكد البيان على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة والعمل على استئصالها وأعربت الوزارة أن خالص العزاء إلى الشعب والحكومة التركية الشقيق بهذا المصاب الجلل وإلى أسر الشهداء أيضاً اليمن مساعي لإحياء المحادثات السياسية ولجنة حدودية لتثبيت التهديئة نتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية للسيناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية فيما صمدت مبدئياً التهديئة في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية وسط أنباء عن تعزيزها بلجنة ميدانية تشرف على تثبيت وقف إطلاق النار ونزع الألغام الأمر الذي يمثل تقدماً واضحاً على صعيد التفاهمات غير المعلنة بين الرياض والحوثيين وتضيف الصحيفة على الرغم من التقدم السياسي لا تزال تطورات الميدانية تتساعد في الجبهات الداخلية وخصوصاً في تعز وكان حصار ميليشيا الحوثيين والمخلوع الصالح للمحافظة وتصعيدهم فيها على مدى الأشهر الماضية عائقاً أساسياً أمام نجاح المحادثات السياسية توضح مصادر سياسية يمنية مطالعة للعربية الجديد أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المتواجد في المنطقة يعقد لقاءات لجمع الأطراف على طابلة المفاوضات مجدداً وسيعرض خطة الأمم المتحدة لتنظيم الجولة الجديدة على القيادة اليمنية في الرياض كما سيلتقي ممثلين عن الحوثيين وحزب المخلوع صالح الأسبوع المقبل في مسقط وفيما لا تزال تفاصيل المقترحات الأممية غامضة يشير مصدر رئاسي تحدث للعربية الجديد إلى أن الخطة الأمنية تحمل مقترحاً بنقل الحوار إلى دولة عربية وأن تقام الجولة قبل نهاية الشهر الحالي وينوه المصدر نفسه إلى تعاون الجانب الحكومي مع الخطة في ظل حرصها على وجود ضمانات بتنفيذ قرار مجلس الأمن والقرار رقم 2216 خصوصاً مع وجود مؤشرات تفيد بحرص الانقلابيين على المفاوضات والسعدادهم لتقديم تنازلات نتحول إلى صحيفة البيان والتي تابعت الأوضاع في مدينة تعز خاصة الجانب المحرر منها وعنونت تعز تنبض بالحياة تقول البيان بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى تعز بعد نجاح قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي في فك حصارها ورصدت البيان أثناء جولة في وسط المدينة فرحت السكان وعودت نبض الحياة إلى أسواقها وعن المعارك قالت الصحيفة واستمرت قوات الشرعية في تطهير وتحرير مواقع جديدة من أياد الانقلابيين في محيط المدينة وسيطرت على معسكر الدفاع الجوي الاستراتيجي بعد معارك شرسة متى يقدم الحوثي على تجرع السم؟ تحت هذا العنوان كتب اللبناني جورج سمعان مقاله في صحيفة الحياة اللندنية ويقول الكاتب المهم أن لا يتأخر زعيم أنصار الله كثيراً قبل أن يدرك جيداً أن حركته لا تمثل الرقم الحيوي الذي يمثله حزب الله وكذلك نظام بشار الأسد في استراتيجية إيران الجمهورية الإسلامية أفادت منه أكثر بكثير مما أفاد منها أهو عاد بعد سنة قاتلة من الحرب وإن تحت عباءة القبائل للبحث عن ما يمكن أن يبقى له في مناطق نفوذه التي لم تكن الشرعية تنكرها عليه بل إن الرئيس عبد الرب منصر هادي يلام لأنه منحه في مؤتمر الحوار ممثلين أكثر من حجمه الديمغرافي والسياسي استهلك حتى الآن وقتاً طويلاً كان عليه أن يدرك باكراً أن للجغرافيا قوانينها الصارمة التي لا يمكن التلاعب بها إذا قيض له أن يتلاعب بحقائق التاريخ سدت قوات التحالف عليه كل الأبواب من البحر والبر والجو فلا تمويل ولا عتاد ولا مدد لعل عبد الملك الحوثي بات مقتنعاً بانسداد الأفق أمام مشروعه ولن يبقى سوى التوجه نحو المملكة عبر الشرعية اليمنية ولعله بات يدرك أن استعداد طهران لمده بالعون والمساعدة شبه مستحيل لأن كل الطرق إلى اليمن مقفلة لقد أنهكته الحرب وباتت بعد سنة تهدد قاعدته ومنطلقه الأساس كما أن أهل محافظته صعدة تعبهم أيضاً لحقت بهم خسائر فادحة أرواحاً وتدميراً وتنتابهم مخاوف من تقدم الجيش الوطني والتحالف والمقاومة من حدود مناطقهم ويخشون تبعات سقوط مدينتهم مثل ما يخشون سقوط العاصمة صنعاً ولم تعد تنفع حليفهم الرئيس السابق صالح بناورة أو مغامرة لن يفيده إرسال ممثلين لحزبه إلى عواصم في الخارج لن ينجده أحد حاول جاهداً أن يبعث برسائل إلى السعودية والإمارات عن استعداده للتفاوض لكنه لم يلقى جواباً لم يدرك باكراً أنه لا يمكن أن يكون أقوى من إيران أو قادراً على توظيفها في معادلة التحالف معها أو أن يكون أقرب إليها من حليفها الطبيعي شريكه الحوثي الذي حالت الجغرافية دون إنقاذه مهما تأخر الحل فإن التسليم بالواقع لا مفر منه عاجلاً أم آجلاً قالت صحيفة الحياة نقلاً عن السلطة المحلية في محافظة عدن أن العمليات الأمنية تستمر حتى إخضاع كافة أحياء مديرية المنصورة وطرد المسلحين المتشددين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن سلسلة الإغتيالات والهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة منذ طرد مسلحية الحوثيين وقوات صالح وقال محافظ عدن اللواعي داريوس الزفيدي إن الخطة الأمنية التي بدأت بمديرية المنصورة ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها وعلى رأسها فرض هيبة الدولة وعودة الأمن والاستقرار لجميع مديريات عدن وضواحيها وإنهاء الفوضى وملاحقة المتسببين بها حتى يتم تطهير عدن من العناصر الإرهابية ولفت إلى أنه على مدار الأشهر الماضية حاولت القيادة السياسية والأمنية والعسكرية في عدن فرض الأمن والاستقرار وإعادة الحياة من جديد بعيدا عن استخدام القوة حفاظا على سلامة الممتلكات والأرواح وأضاف المحافظ مدينة المنصورة تشكل مصدر رعب وقلق للمواطن وبؤرة تنطلق منها الخلايا الإرهابية التي مارست أبشع الجرائم إلى صحيفة الخليج والتي عنولت في إحدى صفحاتها الإمارات تخترق حصار تعز والسعودية تغيث صعدة تقول الصحيفة استطاعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال فترة الحصار التي تعرضت له مدينة تعز خلال الفترة الماضية من اختراق الحصار الذي فرضته مليشيا الحوثي وقوات صالح وتوزيع عشرين ألف سلة غذائية متكاملة على سكان المدينة على مرحلتين وتمكن فريق الهيئة من تحدي الحصار بإدخال عشرة ألاف سلة غذائية كمرحلة أولى تتليها كمية مماثلة قبل أن يتمكن الجيش الوطني والمقاومة اليمنية بمؤازرة من قوات التحالف العربي من كسر الحصار الذي استمر أكثر من ثمانية أشهر ومن موضوعات الصحيفة نزول فريق حكومي إلى محافظتي مأرب والجوف وأكدت الخليج أن نائب رئيس الجمهورية اليمني رئيس الوزراء خالد بحح وجه بسرعة تحريك الفريق الحكومي المكلف بمحافظتي مأرب والجوف والمشكل بقرار مجلس الوزراء برئاسة نائب الرئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية وعضوية وزراء الكهرباء والمالية والإعلام والأشغال العامة الاتحاد الأوروبي يعلن الحرب عمليا ضد اللاجئين تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها عن قوانين جديدة ضد اللاجئين وقالت القدس إنها مأساة مثيرة للأسف ضد المهاجرين قد تكون مجرد بداية دموية فقد قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق حدود البلقان بالأسلاك الشائكة أمام عشرات آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان ومن بينهم 13 ألفا عالقون عند الجانب اليوناني من الحدود مع مقدونيا وحتى في ألمانيا التي طالما كانت تفتخر بأنها أدخلت مليون من اللاجئين إلى بلادها فإنها جعلت الشرطة تشن حملات أمنية لإبعاد الذين أصبحوا مرفوضين للجوء إلى الخارج ومؤخرا لقي شاب مصري حتفه عقب قفزه من قطار كان يسير بكامل سرعته بالقرب من مدينة ميونيخ الألمانية خوفا من الترحيل على ما يبدو وأثناء تحقق رجال الشرطة من هويات ركاب القطار في ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام الماضية اكتشفوا أن هذا الشاب بذ سبعة عشر عاما كان يختبئ أسفل مقعد في مقصورة خاوية وبينما كان رجال الشرطة يتحققون من أوراقه تمكن الشاب من الانتقال لمقصورة أخرى في القطار القادم من مدينة فيورنا الإيطالية وفي تلك المقصورة فتح الشاب أحدى نوافذ القطار وقفز منها قال نائف القيسي محافظ البيضاء للصحيفة الشرق الأوسط إن تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وصالح عبر خطة عسكرية وضعت من قبل الجيش الوطني وقوات التحارف العربي ويتوقع تنفيذها قريبا ربما خلال أيام أضاف القيسي للصحيفة أن الخطة ستعتمد على تحريك اللواء 117 المعد لعملية تحرير البيضاء إضافة إلى دخول كتيبتين انتهتا تدريباتهما العسكرية في قاعدة العند وجهز أفرادهما بكل ما يحتاجونه من قطع عسكرية ومدرعات مخصصة لمثل هذه المواجهات وأشار محافظ البيضاء إلى أن المقاومة الشعبية لديها القدرة على تكبيد ميليشيا الحوثي وصالح خسائر كبيرة وطردهم وتحرير المدينة في وقت قياسي لأن المشكلة تكمن فيما بعد عملية التحرير عبر تأمين المدينة من أي دخول أو قيام الحوثيين وأتبعهم بأعمال إرهابية تضر الأمن المحلي للبيضاء كما حدث في عدد من المدن المحررة وحول ما تعانيها المدينة قال المحافظ المدينة تعاني من القصف العشوائي بصواريخ الكاتيوشا من قبل الميليشيا على الأحياء السكنية وتحديدا الصومعة ودناعم التي سقط فيها أكثر من ثلاثين مدنيا ما بين رجال ونساء إذن مشاهدين بهذا القدر نكون قد أكملنا جولتنا في الصحفة العربية الصادر هذا اليوم ولم يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وإلى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة